دفت المعركة على الأرض تميل قليلاً لصالح أوكرانيا في مقاطعة خيرسون فالجيش الأوكراني يعلن أنه استعدى بلدة إيفينيفكا في إطار الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في المقاطعة هذه التطورات المتسارعة تأتي بعد منشدة نائبة رئيس الوزراء الأوكراني المدنيين في منطقة خيرسون الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا لإخلاء المنطقة بشكل عاجل خشية استخدامهم كدرع بشرية من قبل موسكو في ظل استعدادات الجيش الأوكراني لشن هجوم مضاد هناك وتؤكد الاستغبارات البريطانية أن القوات الأوكرانية تقوم بعملية ضغط كبيرة على خط الجبهة مع الجيش الروسي في شمال شرق خيرسون وفقدت أوكرانيا السيطرة على معظم منطقة خيرسون الواقعة على البحر الأسود في الأسابيع الأولى من بدء العملية الروسية في أوكرانيا وتكمن أهميتها في أنها تقع في جنوب أوكرانيا وتعتبر ميناء مهما على البحر الأسود وعلى نهر دينبار أما هنا في مدينة خرقيف فالقصف الروسي تسبب في سقوط قتلى وجرح عقب استهداف عدة مبان وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع أسلحة في منطقة خرقيف تخزن فيه أنظمة صواريخ أجنبية مضادة للدبابات هو من الجنوب إلى الشرق الأوكراني حيث أفاد المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية بأن روسيا تستعد لتكثيف عملياتها القتالية في اتجاه كراماتوريسك وباخموت في منطقة دونيتسك لافتاً في الوقت نفسه إلى أن كييف نجحت في صد التقدم الروسي في منطقة سومي أوبلاست في اتجاه سلوفيانسك تم قصف العديد من الضواحب البراميل والمدفعية والغارات الجوية وقد نجحنا في صد الهجوم الروسي في اتجاه كراس نوبيلا وتحاول موسكو شن هجمات أخرى لتحصين موقعها التكتيكي في اتجاه نوفو بارفليسك وعلى خط التماس ينفذ الجيش الروسي هجوماً نارياً منظماً على مواقع وحداتنا من أجل تقييد تحركاتهم كما أشار الجيش الأوكراني إلى أن القوات البحرية الروسية في البحر الأسود وبحر أزوف تركز على إصابة أهداف البنية التحتية العسكرية والمدنية المهمة بصواريخ كروز وعرقلة تحركات القوات البحرية وجهاز حرس الحدود الأوكرانية مشيراً إلى أن موسكو تحتفظ بحاملتي صواريخ كروز البحرية من طراز كاليبار على أغبة الاستعداد لتنفيذ الضربات العسكرية